أهلا بكم شاهد من أهلها شاهد على سوء إدارة جبهة النصرة وتحت عنوان كي لا تغرق السفينة أعلن القيدي البارس في الجبهة أبو العبد أشداء في تسجيل فيديو أن هيئة تحرير الشام لم تعد مشروع أمة ولا صاحبة منهج ولا جماعة ولا تيارا بل استبد بها أشخاص حولوا الفصيلة إلى حقل تجارب شخصية أقاموا مجالس صورية وهمشوا وخونوا من يخليفهم الرأي فتحولت هيئة تحرير الشام إلى إمارة خاصة يتزعمها أقارب القادة والأصدقاء الذين يتسلمون المناصب وفق درجة ولائهم للجولاني ما أدى إلى انشقاقات بالجملة قال أشداء كما كشف عن فشل الهيئة في اتخاذ أي قرار من دون تدخل خارجي وخضوعها للتفاهمات الدولية القيادي الذي شغل منصب قائد كتلة حلب في صفوف هيئة تحرير الشام والإداري العام لجيش عمر بن الخطاب أكد أن قيادة الهيئة باتت تركز على جمع الضرائب والزكاة والسيطرة على الممتلكات العامة واحتكار التجارات كاشفا أن عناصر الهيئة لا يتقضون رواتبهم القليلة بانتظام رغم أن الجبهة من أغنى الكيانات وأوضح أشداء أن الهيئة استولت على أكثر من عشرة مليون دولار وأكثر من ألف ومائة ألية ومستودعات كبيرة من الأسلحة والأغذية والأدوية من حركة الزنكي وحصلت على مائة مليون دولار عند تأسيسها من دون الكشف عن مصدرها موسيقى